العلاقة بين أنقرة ودمشق تدخل عنق الزجاجة سوريا تسقط طائرة تركية عون في زحل والتيار يرد على جملات تاريخنا مفخرة وتاريخك مسخرة 14 أذار في بكركي عودة الابن الشاطر كانعان لا التباكي يحجب الحقائق ولا الفساد يؤمن العبور إلى الدولة قاتلوا مريم الأشقر للمحكمة أعدموني مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الأوتي في التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى كما يمكنكم متابعة هذه النشرة مباشرة عبر موقعنا الإلكتروني www.otv.com.lb وصل نائب وليد جملات وعدد من مرافقيه ومنهم أكرم شهيب حملته على رئيس ووزراء ونواب تكتر التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر مصدر في التيار الوطني الحر رد وعبر الأوتي في على ما قاله النائب شهيب من أنهما دخلوا إلى الحكومة لفرملت مخططات العماد عون فقال هذا صحيح لقد دخلوا لفرملت مخططات مكافحة الفساد المالي وكشف كيف نهبت أموال اللبنانيين عبر المجالس وفي مقدمها صندوق المهجرين وأنه بالأمس صدر قرار ديوان المحاسبة وغدا دوركم آتن وعن دخولهم إلى الحكومة لوقف ما أسماه شهيب بالانحراف بالاتجاه الواحد قال المصدر نحن مع الانحراف بالاتجاه واحد وهو اتجاه التغيير والإصلاح وليس مع اتجاه التنفعات والزبائنية والرشاوة والسمسرة التي تفوح من رائحة النفط الليبي وعن أن الوزير جبران باسيل لم يفعل شيئا في الحكومة رد المصدر فمن فمكم أدينكم أفليس أنت أيها النائب شهيب من قال أنكم تفرملون كل مخططات العماد عون ووزرائه ونوابه ولكن السؤال من أوصل اللبناني إلى هذا الدرك ومن أورثه الديون حتى ولد ولده وعن رفض باسيل العمل مع السناديق العربية تابع المصدر إن القانون هو الذي ينظم شؤون هذه السناديق وهل نسي النائب شهيب أنه لو تقرر العمل مع السناديق لتأمين الكهرباء لكان ذلك سيتم بعد سنوات بينما من خلال البواخر لو أخذ باقتراحات الوزير باسيل لكانت الفترة ستتمتد لستة أشهر ولكانت المشكلة في طور الحل وعما قاله النائب وليد جملاط من أن العماد عون هو سلطان رد المصدر نعم إن العماد عون سلطان ولكن سلطان التغيير والإصلاح وأن تتخاف منه وتخشاه لأن ممارساتك مفضوحة وموطقة وظاهرة للعيان ولسيما للمهجرين وأضف المصدر للأو تي في نريد أن نعترف لللبنانيين بأن العماد عون هو سلطان بشفافيته ونظافة كفه أليس هذا أفضل من أن يكون ممن يتسكعون على أبواب البلاط نعم العماد عون سلطان ولكنك أنت من غلمان السلطان وسأل المصدر جملاط عن فواتير الكهرباء المخفضة لأغراض صناعية والتي كان يستفيد منها فيما كانت للاستعمال الخاص ومنها فواتير معمل سبلين التي بلغت مليونين ومئة وخمسين ألف دولار أليس أنت من قال أن لبنان محكوم بحيتان الأموال وعن إصرار النائب جملاط على وضع حل سياسي لإنفاق 11 مليار سأل المصدر ما الغاية من ذلك أليست هي لإخفاء التجاوزات وعدم الخضوع لأي قانون أو محاسبة وردا على النائب مروان حمادي شدد المصدر في تيار الوطني الحار على ضرورة تسمية النائب حمادي بمستر حمادي وأنه لو قدر للبنانيين لفرموه وأصدروا حكمهم فيه ولقنوه درسا لينساه وأنزلوا به قصاصا يستحقه من وقف إلى جانب الأعداء ضد وطنه وويكيليكس شاهد وكذلك وقائع ومواقف عدوان تموز 2006 وانتهى المصدر إلى القول أن ألعاب جملات لم تعد تمر على اللبنانيين هو يعرف أن تاريخنا مفخرة ونحن ندرك أن تاريخه مصخرة في موازات ذلك كشف النائب إبراهيم كنعان الكثير مما هو مستور في الملفات المالية بشكل موثق ومدقق عبر بيانات ووثائق غير قابلة للضحض فقال إن الحسابات المخفية من عشرين عاما لا يستطيع يغطيها السنيورة وأن المحاسبة المالية غائبة بقرار من السنيورة سائلا أين صرفت الهبات مشددا على أن لا التباكي يحجب الحقائق ولا الفساد يؤمن العبور إلى الدولة إلا أن البداية من عروس البقاع التي وصلها العماد عون في زيارة تستمر ثلاثة أيام والزميلة نانسي صعب نانسي مساء الخير ضعينا في أجواء الزيارة التي يقوم بها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون إلى زحلة في الواقع نتالي في هذه الأثناء عم تستمر الخلوي اللي عم يعقدها العماد ميشيل عون مع أساقفة مدينة زحلة واللي كانت تقريبا بديت حول الساعة 6 وربع بعد وصول العماد ميشيل عون إلى مطرنية الروم الملكيين الكاثوليك بزحلة بهذه الأثناء ينضم إلينا وزير الثقافة جابي ليون معا للوزير أهمية الزيارة اليوم الثانية للعماد ميشيل عون إلى زحلة والأجواء يلي يحملها إلى الزحليين يعني الرغبة عند العماد عون بزيارة زحلة السنهاية مثل في السن الماضي هو لمخاطبة الزحليين حول أمور العديدة اللي بتهمهم لأنه بتهمهم كما تهم باقي المواطنين اللبنانيين أراد العماد عون يتوجه بشكل مباشر وعن قرب لأهل زحلة لما لهم عنده من مودي وتقدير وتعرفوا أن العماد عون ما عم بيأثر بزياراته للمناطق وزحلة مكانتها عزيزة كثير على قلبه حب بداية هذا الصيف أنه يتوجه للمواطنين بالهموم والمخاطر اللي عم بتواجه لبنان وعم بتواجه المنطقة بحديث قريب ومباشر هذه الزيارة ليست زيارة سياسية وحزبية كما أعلن عنها وإنما تحمل رسالة وطنية ما هي الرسالة الوطنية اللي عم يحملها اليوم العماد عون ما فينا نقول منا زيارة سياسية هي خطاب العماد عون اللي حيكون بالأساس هو خطاب سياسي موجه إلى الزحليين منا زيارة حزبية نعم سيكون هناك لقاءات مع المحازبين مع ناشطي الطيار في قضاء زحلي أكيد ولكن الهدف منا هي مثل ما ذكرت مخاطبة جميع الزحليين وعن قرب لأن المرحلة اللي عم نمر فيها هلأ في لبنان هي مرحلة مصيرية ودقيقة جدا شكرا مع الوزير جابي ليون ناتالي إذن كما استمعنا يعني العماد عون يحمل رسالة أساسية هي وطنية بامتياز خصوصا مع تأثير لبنان بكل ما يحدث حوله بالمنطقة منطقة الشر الأوسط والتداعيات يلي عم بتكون على كل دول المنطقة ولسيما لبنان وبالتالي هذه الرسالة موجهة إلى أبناء زحلي عموما وليس إلى فريق واحد وبالتالي على أبناء زحلي جميع أبناء زحلي أن يكونوا ويدركوا أي خيار سيأخذون بعد الحقيقة والواقع اللي رح يعرضه العماد ميشيل عون عن مختلف المتغيرات اللي عم تشهد هذه المنطقة لابد من الإشارة ناتالي إلى أن الأساقف المشاركين بالخلوة هن طبعا مطران الملاكين الكاتوليك المطران عصام درويش إضافة إلى مطران الروم الأورتودوكس بريدون خوري مطران السريان الأورتودوكس بولو السفر إلى جانب الوزير جابيلا يونيا اللي انضم إلينا فقط للمداخلة وأيضا النائب السابق سليم عون هذه الخلوة مستمرة كما ذكرنا منذ ساعة وربع وهي الأساس من بعد سيالية كلمة للعماد ميشيل عون وأيضا للمطران عصام درويش لابد من الإشارة ناتالي والتفكير أن هذه الزيارة الثانية للعماد عون من بعد ما كان زار عروس البقاء للمرة الأولى بتموز 2010 يعني تقريبا من حوالي السنتين ناتالي نعم نانسي ماذا عن باقي جدول الزيارة التي ستستمر حتى الأحد طبعا هناك عدد من اللقاءات يعقدة غدا العماد ميشيل عون زيارات إلى مطرانيات الروم الأورتودوكس المطرانية الموارنة وأيضا مطرانية سريان الأورتودوكس غدا سيكون لقاء مع الفعاليات بلقاء يعني حول أوضاع المنطقة هو العنوان الأساسي لهذا اللقاء إضافة إلى اللقاء الأهم اللي يكون بعشة هيئة قضاء تيار الوطني الحر بزحلة أما الأحد فسيكون هناك قدس إلهي ترأسه مطران الموارنة بكنيسة مار أنتونيوس وسيكون هناك غداء يقيم على شرف وزير الثقافة جابي ليون لابد من الإشارة ناتالي أخيرا إلى أنه كل ما أشيعا أنه العماد عون كان لتقى الوزير الأولى فاتوش قبل زيارته إلى المطرانية عارن عن الصحة ومجرد شائعات بالفعل العماد عون وصل إلى مطرانية الروم الملاكيين الكاتوليك بزحلة ولكن قبلا كان له واجب اجتماعي هو واجب عزاء كلنا نعلم أنه والد الفنان الأولى الوسطى قد توفى والفنان الأولى الوسطى هو اللي سيحيي حفل التيار الوطني الحر غدا وهو مستمر بأحياء هذا الحفل رغم مصابه الأليم وبالتالي كان اللقاء الاجتماعي الأول بتقديمة العزاء للفنان الأولى الوسطى ولم يكن هناك أي لقاء لأي فاعلية بمدينة زحلة ولن يكون هناك وبالتالي أي استثناء يكون استثناء لجميع الفعاليات وليس تمييز لفعالية على فعالية أخرى من أبناء زحلة خصوصا أنه عنوان الزيارة اللي دخل منها العماد ميشيل عون إلى عروس البقاع هو البيب اللي دخل منه هو باب المطراني وبالتالي مجرد دخول هذا الرجل السياسي من باب المطرانية كما يؤكد المنظمون لهذا اللقاء هو دخول لجميع أبناء زحلة وليس لفئة وحدة من أبناء زحلة وبالتالي المؤيدين للتيار الوطني الحر المجتمع المدني بزحلة وكل أبناء زحلة هم سيكونون من ضمن اللقاءات اللي سيعقدة العماد ميشيل عون نعم شكرا لك يا زميلة نانسي صعب كنت معنا مباشرة من زحلة من الرابع أن أب إبراهيم كانعان كشف المستور في الملف المالي ورد على مغالطات بعض النواب مشددا على أن لا تباكي يحجب الحقائق ولا الفساد يؤمن العبور إلى الدولة بالأرقام والمستندات والوثائق وأهمها التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية في لبنان ديوان المحاسبة ومن دارة العماد ميشيل عون في الرابع وفي حضوره تحدث أمين سير تكاتل تغيير والإصلاح أن إبراهيم كنعان عن الملف المالي مفندا كل الحقائق المثبتة بالتقارير الرسمية هاو دي طولة الرئيس سانيورا ما بتغطيون ولا بيغطيون لا البكي ولا مسرحيات الزملاء على منبر مجلس النواب ما بيتغطوا ما تتعب هاو دي لو حقيقة دولتك جدة وعندك ما يكفي من الإثبتات كنت على مدى عشرين سنة عشرين سنة رحت عدوان المحاسبة أو عن نياب العام المالية أو على القضاء أو بحد أدنى عملت حسابات ومن نظرية العبور إلى الدولة سؤال من كنعان لحلفاء تيار المستقبل ليش عم بتغطوا هاي دي الشغل عندهم لي عم بتغطوا هالدويلة هاي دي الدولة اللي بتكون إيها وبتكون تعبروا عليها هاي؟ دويلة الفساد هاي هي؟ طيب وفيما يغيب تيار المستقبل عن ذكر تقرير ديوان المحاسبة يرفع التقرير غير النهائي الصادر عن وزارة المال شغل كتير كتير اكتشفوا غلط برقم بوزارة المالية لأن وزارة المالية ماشي على البيكبن وزارة المالية بالحقيقة من عشرين سنة إلى هلأ مساعة يعني خلينا نقول ساعة سويسرانية وكيف هيك بيطلع فجأة في غلطة بسفرين والعشرين ألف سفر إذا مش أكتر يلي من تلاتة وتسعين لليوم ولا سفر مزبوط ولا رقم مزبوط إذا هيدا غلط مطبعي هودك شو ومن الأوراق والمستندات الكثيرة التي رافقت مؤتمره الصحفي رفع كنعان الدستورة اللبناني للرد على السائلين عن أسباب عدم إقرار الموازنة لازم تعرفوا أنه ما فيه موازنة لأنه دولة مش قادرة تعرف شو بتنفو ولا قادرة تعرف شو عم بفتلة وما عندها حسابات آخر السنة ما فيها تطلع موازنة مش لأنه أنا مبادة ومش لأنه كتلتنا مبادة مش لأنه حداً عم بيعطل لأنه دستورنا دستورنا اللي حتى إشعار آخر مادة 87 بيقول أنه ما فيك تطلع موازنة بدون ما تصادق على الحسابات النهائية وفي المحصلة رفع كنعان شعار المرحلة المقبلة ينتبهوا اللبنانيين نحن منا عم نحكي تقنيات وأرقام بس ينتبهوا كتير منيح وهذا التحدي اللي جاي وهذه المعركة المقبلة من مع الفساد ومع ضد الفساد ويعطيكم العافة أمين سيرتة كتل التغيير والإصلاح أكد لو أن جريمة فقدان أي حساب ضقيف في لبنان حصلت في أي قبيلة في مجاهل إفريقيا لكان حوسب شيخ القبيلة إلى بكركي عودة الإبن الشاطر أي مسيحي 14 أذار إلا أن غيمة الصيف بينهما لم تتبدد بالكامل حضروا جماعيا وصرحوا إفراديا هكذا انتهى لقاء الساعة ونصف الساعة بين البطريارك الماروني ماربشار بطرس الراعي ووفد من مسيحي 14 من أذار الذين قاطعوا بكركي لفترة طويلة لم تخلوا من الحملات التصعيدية على الصرح وسيده رئيس حزب الكتائب أمين لجميل كان أول المهادرين قبل انتهاء الاجتماع ليؤكد أن التمهيد للزيارة أتى عبر المطران يوسف بشارة مشيرا إلى ضرورة إسقاط الحكومة ومتطرقا إلى الوضع في سوريا ما بدنا نحكي بما قضي التغيير كان فيه مصارحة فيه البعض منها طرح هواجس معينة والغبطة بطريارك أجاب عليها ونحن كما ذكرت هذه منه آخر اجتماع هذا أول اجتماع وسيتبعه من تأمل لقاءات وأن كانت بعيدة عن الأضواء وفيما كانت القوات اللبنانية ورئيسها أول المهاجمين للراعي تفاجأت النائب استريدا جعجع برحابة صدر البطريارك على حد قولها مؤكدة أن المجتمعين بصدد كتابة مذكرة لتنظيم أفكارهم بعيدا عن الإعلام لتقديمها لغبطته نحن تمنينا عليه بهالظرف السيئس الدقيق عن طقتها في مطل شر الأوسط ولبنان بالتحديد هالموقع يبقى فوق كال السراعات والخليفات نحن مش طالبين من غبط البطريارك أو بطرك الموارنة يكون صافف مغزيد وعمار النائب بطرس حرب والنائبان السابقان فارس سعيد ونيلى معوض توالوا تباعا على الكلام مشددين على أن بكركي هي المرجع الوطني والديني لكل الموارنة خصوصا في ظل تطورات الأخيرة في المنطقة لقاء بكركي كان اعترض عليه بعض الأعضاء المسيحيين في الأمانة العامة معتبرين أن زيارة الوفد لم تتكرر من خيال الأطر التنظيمية لكوة 14 أذار قبل متابعة المحلية تطور إقليمي لا في التمثل بسقوط طائرة عسكرية تركية بالقرب من الحدود السورية الرئيس الوزراء التركي يعلن أن سوريا أسقطتها خطأا وعتذرت غدا تفرر طيار سوري مع طائرته إلى الأردن أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أنها فقدت الاتصال عبر الرادار بإحدى طائراتها فوق شرق المتوسط في منطقة قريبة من سوريا وطائرة من نوع F4 أقلعت من ملاطيا شرق تركية وفقد أثرها في البحر جنوب غرب محافظة هتاي الجنوبية قرب سوريا وعلمتنها طيارا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغو دعا على الأثر إلى اجتماع أزمة في مكتبه في أنقرة مع قائد أركان الجيش ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس المخابرات أردوغو الذي عاد من زيارة للبرازيل أعلن أن اعتذارات وصلت بطريقة جدية للغاية من سوريا على علاقة بهذا الحادث وأن سوريا أعربت عن حزنها الكبير مؤكدة أن ما جرى حصل نتيجة خطأ وكشف أن طياري الطائرة لا يزلان على قيد الحياة في شأن السوري أعمال العنف تتواصل وسط استمرار المواقف الدولية على وقع ارتفاع وطيرة العنف وما ذكرته وكالة سانا أن مجموعات إرهابية مسلحة ارتكبت مجزرة وحشية بحق عدد من المواطنين في دارة عزة في ريف حلب وعلى وقع أصوات الاشتباكات المسلحة والتظاهرات المعارضة التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى حث المبعوث الأممي والعربي كفئان من جناف المجموعات الدولية على زيادة الضغط على الأطراف في سوريا لوقف عمل العنف وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بعثة المراقبين روبرت مود على ضرورة مشاركة إيران بالحل في سوريا ثمت إجراءات تم على المستوى الوطني تقوض هذه الجود وإذا ما أقنعناهم بأنهم فقط من خلال عمل سويا نستطيع تحسين الوضع وبساعدة السوريين وإذا وصلنا العمل بطريقة للتفجر حاليا هذا الأمر قد يؤدي إلى منافسة هدامة وسوف يخسر الجميع وبالتأكيد أهم من سيخسرهم السوريون والمنطقة من جهتها اعتبر مود أن عمل المراقبين لم ينتهي ويجب أن ينجز قبل انتهاء التفويض في 20 تموز مشيرا إلى عدم اقتناعه بأن زيادة عددهم أو تسليحهم سيساعد الموقف على الأرض وإذا ثمت قرار في الأفاق فأن هذا القرار يعود إلى مجلس الأمن الدولي إذن هناك رسالتان أولا رسالة فخر بعملهم لأنهم يستحقون الإعجاب من كل شخص في الغارج وأن هناك المزيد للعمل الذي يجب إنجازه حتى نهاية المهمة وفي المواقف حذر الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد من تسليح المعارضة السورية معتبرا على هامش قمة التنمية المستدامة في ريو دي جينيرو أن تدخل الخارج في الأزمة سيزيدها تعقيدا من جهته حث وزير الخارجية الروسية سرغي لافراف ديمشق بعد لقائه نظيره السوري وليد المعلم لبذل جهود أكبر لتنفيذ خطة أنان مجيرا إلى أن على الطرف المعارض أيضا تنفيذ الخطة كما أعلن لافراف قبيل اجتماعه بوزيرة الخارجية الأمريكية هلاري كلينتون أن روسيا ليست في وارد تبرير موقفها أمام الولايات المتحدة بشأن تسليم أسلحة لسوريا وفي موقف فرنسي لافت دعت باريس أفراد الجيش وقوات الأمن السوريين إلى الانشقاق ووصفت فرار الطيار الخميس إلى الأردن بالبادرة الشجاعة إلى مصر حيث المواجهة في الشارع إلى احتدام مع تبادل الاتهامات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والأخوان المسلمين غذات أعلان اللجنة الانتخابية تأجيل نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية لحين الانتهاء من النظر في التعون المقدمة من المرشحين احتشد أنصار الأخوان المسلمين في ميدان التحرير للتنديد بحكم العسكر محذرين السلطة العسكرية من الدخول في مواجهة مع الشعب إذا لم يتم إعلان فوز مرشحهم محمد مرسي بإذن الله المجلس العسكر إن شاء الله باطل والمشيء باطل إن شاء الله باطل قرار وزير العدل حيسقط الإعلان الدستوري حيسقط حل البرلمان حيسقط والرئيس محمد مرسي حيحلف الأمين أمام البرلمان وحيزوله وحتى زل مصر مرفوعة الرأس شامخة إن شاء الله مرسي الذي نفى وجود خطط مواجهة أو عنف للإخوان المسلمين أكد لا مشكلة مع الجيش على رغم أنه ارتكب أخطاء هذه الأيام كما قال علما أن الانقسام بين أنصاره ومنافسي أحمد شفيق بلغ ذروته مع تزامن إعلان الفريقين فوزهما واستنادا إلى أرقام فرز الليجان في كل أنحاء مصر وعمليات الرصد التي قامت بها حملتي كل ثقة في أنني سوف أكون بإذن الله الفائز الشرعي وتطالب أن وسائل الإعلام أحيانا بأن ننشر في مواجهته ورقا لا أمل لذلك فسوف يأتي الوقت لكي تنشر اللجنة ورقها الرسمية المجلس الأعلى للقوات المسلح حذر من مغبة الخروج عن القانون والمس بالمصالح العامة منتقدا استباق الإخوان المسلمين أعلن نتائج الانتخابات مع التأكيد على حياده وشدد المجلس على مواجهة أي محاولة للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون بالعودة إلى الأخبار المحلية اعتصام حتى إشعار آخر في ساحة عبد الحميد كرامي في ترابلوس للإفراج عن الموقوفين الإسلاميين والجيش اللبناني يلغي تصاريح الدخول إلى البارد إطلاق الموقوفين الإسلاميين لم يكن إلى مقدمة للمطالبة بإطلاق الموقوفين الآخرين الذين لا يزالون من دون محاكمات في ترابلوس قطع أهل الموقوف الشيخ طارق مرعي طريقة ساحة عبد الحميد كرامي احتجاجا على عدم إطلاق سراحه ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المدينة وقرر المعتصمون المستمرون في نصب خيمتهم في الصحاء التصعيد حتى الإفراج عن كل الموقوفين الإسلاميين من جهة أخرى وفي نهر البارد ألغى الجيش اللبناني نظام تصاريح للدخول إلى المخيم بدء من الخمس عشر من تموز المسؤول السياسي في الجبهة الشعبية القيادة العامة أبو عدنان عودي بشر أهل المخيم بتسهيلات الدخول والخروج ونحن بدورنا نشكر هذه الخطوة الإيجابية من قبل كيادة الجيش وسيكون الشعب الفلسطيني موقف إيجابي أيضا اتجاه كيادة الجيش نتيجة هذا الإجراء ونحن منذ البداية ندرك أن كيادة الجيش ليس لأعلاقة بما يجري إنما الموضوع قرار سياسي من قبل الحكومة اللبنانية عندما يرى فلسطيني نهر البارد أن ملف الموقفين يحل من قبل رئيس الحكومة وهو جزء من هذا الملف ولا يحل الملف كامل أردين هلس نسمي موجودين في نفس الملف فهناك عملية فعلا استفزاز لمشاعر أهل وتحت عنوان طرد السفير السوري من لبنان نضم حزب التحرير اعتصاما في الجامع المنصوري الكبير ليشكل هذا التحرك أعلنا عن حملة ستقام أسبوعيا وصولا إلى طرد السفير السوري من لبنان كما قال رئيس الجمهورية ميشيل سليمان طلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على تدابير التي اتخذها الجيش حيل التوترات الأخيرة في مخيمي نهر البارد وعين الحلوي لضبط الوضع والحؤول دون قيام المتضررين بأعمال مخلة بالأن وبالعلاقة القائمة بين الفلسطينيين والجيش واطلع رئيس الجمهورية من سفير لبنان لدى سوريا ميشيل خوري على الأوضاع الراهنة هناك ديبلوماسيا زيارة وزارية أوروبية ثلاثية إلى لبنان وتشديد على استقلال لبنان جولة بعثة الاتحاد الأوروبي التي ضمت وزراء خارجية بلغاريا وبولندا وسويد بدأت بزيارة القصر الجمهوري في بعبدة حيث حضرت سفيرات الاتحاد لدى لبنان أنجلينا إخورست التي عربت عن تقديرها لإعادة إطلاق طاولة الحوار من جهته أكد الرئيس ليمان أن لبنان يؤمن بالديمقراطية ومحاربة الإرهاب وأن الجيش اللبناني من خلال وحدته يحفظ وحدة الوطن وسلمه الأهلي ويعمل مع اليونيفل في الجنوب لتنفيذ القرار 17-01 كما يقوم بمهمات على مساحة الوطن لضبط الحدود والأوضاع في الداخل وأوضح سليمان أن استقبال نازحين من سوريا إلى لبنان هو قرار إنساني على أن يعود هؤلاء إلى أرزاقهم فور استدباب الأمور إلى عينتين توجه الوفد أيضا حيث التقر إثمجس النواب نبيهبر الذي عبر عن قلقه ومخاوفه من مسار الأزمة السورية في غياب الحوار الكفيل في وقف العنف في سوريا الوزراء الثلاثة شاركوا أيضا في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتالبين برئاسة النائب عبدالطيف الزين الذي قال أن نقاش تناول تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان والموقف اللبناني بالنائب النفس عن الأزمة السورية كان من المشجع سماء هذا الحرص في البرلمان اللبناني على إبقاء البلاد بعيدة عن الأزمة السورية والتأكيد على أهمية بناء المؤسسات اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني ثم عقد الوزراء مؤتمرا صحفيا عبروا فيه عن ترحيبهم بالحوار الوطني مشيدين بالجهود اللبنانية للمحافظة على الاستقرار في لبنان مؤكدين دعمهم لمبادرة أنان في سوريا زيارة رئيس حزب التوحيد العربي وأموهاب لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وتشديد على عدم تكرار تجربة نهر البارد وعلى دعم الجيش اللبناني رافضا تكرار تجربة نهر البارد أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وأموهاب الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني متمنيا عدم التعارض له بل تأمين كل الدعم وبعد لقائه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار وهاب إلى وجوب تفعيل العمل الحكومي في كل القطاعات السياسية والقضائية والحياتية وعن قانون الانتخاب أكد وهاب أنه مع النسبية نتمنى أن يقر مجلس الوزراء المشروع على أساس النسبية وليتم النقاش في مجلس النواب وليكشف الجميع عن أقنعتهم داخل مجلس النواب من يريد أن يكون ملحقاً ببعض الأفريقاء التي لها مصلحة بقانون أكتري فليكشف عن نفسه في مجلس النواب ملحقاً وليتحمل أمام ناخبي مسؤولية هذا الأمر وفي الملف السوري حذر وهاب من استعمال لبنان منصة للتسليح والدعم والتخريب على سوريا وفيما أثنى على الموقف الروسي اعتبر أنه ليس موقفاً ظرفياً وأنما استراتيجي قد يؤسس لمرحلة جديدة ونتبع النشرة بعد الفاصل خطف نجل زين الأتات وكهرباء مميتة في بعلبك أهلا بكم من جديد نعود مرة جديدة إلى زحلة ومع اتهاء الخلوة التي جرت في مطرانية الفرز الوزح لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك ننتقل مباشرة إلى زميلة نانسي صعب لتضعنا في التفاصيل نانسي نعم نتالي بالوائع سيبدأ بعد قليل العشاء اللي يقيمه مطران الروم الملكيين الكاثوليك عسام درويش على شرف ضيف عروس البقاع لمدى 3 يم العماد ميشيل عون وأيضا مدعو إلى هذا العشاء عدد من الفعاليات حوالي 29 فعالية وشخصية سيشاركون طبعا إلى جانب الأساقفة المدينة يلي موجودين يغيب عن هذا العشاء الوزير اليايس سكاف كما بيت معلوم نتالي من بعد الخلوة اللي عقدت وحضرت عدد من الفعاليات وأساقفة المدينة مع العماد ميشيل عون كان كلمة للمطران عسام درويش أكد فيها أنه تاريخ العماد عون ويعبر عن إيمان راسخ بأن لبنان المستقبل هو ملك الذين يؤمنون به الذين يعملون من أجل لقيه وليس لمصالحهم الخاصة ويقول المطران عسام درويش هذه المطرانية كانت دوما جامعة وحاضنة لجميع الأطراف والطوائف في زحلة والفرزل والبقاع ذلك أن أرض البقاع المعطاء هي أرض عيش مشترك واعتدال وتسامح ومحبة ويتابع إن من يحضر إلى هذه الدار يحضر إلى داره ومن يغيب عنها بالجسد إنما هو حاضر بالروح والإيمان إن أي ترحيب بأي ضيف عزيز وعلى رأسه ضيوف دولة العماد ميشيل عون إنما يشمل كل الأحباء والأبناء لأن أي صرح روحي إنما هو للجميع دون استثناء إن زيارة العماد عون إلى زحلة إنما تندرج في سياق لقاء أحبار المدينة والإضاءة على وضع المسيحيين المشيقيين وليس في أي سياق آخر وهذا ما يشرفه من موقعه الزعيم المسيحي المشيقي بامتياز لذلك نعتبر الزيارة لدار المطرانية ترسيخاً لما نؤمن به بأن الكنيسة هي للجميع وتستقبل الجميع لكنها أيضاً الصوت الصارخ ضد الظلم وضمير الحق والعدالة من بعد كلمة المطران درويش كان هناك تقديم لهدية رمزية للعماد ميشيل عون هي عبارة عن ثلاث كتب عن تاريخ زحلة تاريخ لبنان وكتب ثالث هو مجموعة صور لزحلة ولبنان ومن بعد كانت كلمة للعماد ميشيل عون طبعاً كلمته أكد فيها أنه اللقاء كان ضروري نظراً لما يحصل في المنطقة وفي محيط لبنان وخصوصاً في سوريا وما يتعرض له المسيحيون في هذا الشرق وأيضاً التهجير اللي عم يلحق فيهم والذي بدأ كان بدأ بفلسطين ومن بعد بالعراق من بعد الغزو ويتخوف يعني مما يحصل الآن في سوريا وربما ما الذي يعلم ما الذي يمكن أن يحصل بعدها بلبنان ويقول العماد عون أنه هو الخوف من البديل في سوريا لأن البديل المطروح لا يؤمن بالديمقراطية وقال أيضاً العماد عون أنه لا يمكن أن نؤمن لمن لا يؤمن بحرية المعتقد وحرية الاختلاف ومن هذا الموضوع الإقليمي المهم انتقل العماد عون داعياً اللبنانيين إلى الوعي لأهمية الوحدة الوحدة اللبنانيين على اختلاف المعتقدات خصوصاً أنه أهمية الاختلاف هو أن يحترم الإنسان الآخر بأي معتقد ومن هذا الاحترام المتبادل تكون الوحدة ليس الوحدة الغنمية وإنما الوحدة الوطنية اللبنانية نستمع نتالي لأبرز ما جاء في كلمة العماد ميشيل عون بعد الخلوة البدائل عن الوضع الحاضر بسوريا هي المشكلة عندما يأتي بديل لا يؤمن بالديمقراطية لأنها بيعتبرها ضد الشريعة والكلام كلام الليل يمحوه النهار هد يعيدون بأشياء كثيرة ولكن هذا ليس صحيح ونرى المسؤولة في مصر في القاهرة التزموا بأشياء كثيرة وبالنتيجة الهجوم للاستلاء على السلطة هلأ شرعا ولا غير شرعا ولكن يؤمنون بالمناورة التي توصلهم إلى السلطة ولكن الاجتهادات والتشريعات يلي اليوم عم نشوفها لا يمكن أن يقبلها إنسان يعيش الحداثة حتى اللي عاشوا في عصر الجاهلية وما قابل ما بيباله اللي عم يصير بما يتعلق بالمرغة اليوم في مصر ونعود إلى سياق النشرة جلسة الاستجواب الأولى لقاتل ميريام الأشقر والمتهم يؤكد للمحكمة أنا أستحق الأعدام في 22 تشرين الثاني استفقت ساح العلمة على مقتل ميريام الأشقر ذبحا بعدما عثر عليها مرمية في وادي وعر وبعد اعتراف ناطور سيدة بقلوش فتح جبر السلاطين السوري الجنسية بقتلها لإخفاء جريمتي سرقتها ومحاولة اقتصابها أصدر قادي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنة قراره الظني بالأعدام استنادا إلى اعتراف في المتهم في 22 حزيران عقدت أول جلسة استجواب علنية في محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القادي فايصل حيدر ومستشاريه هو القادي سامر غانم موثل للنياب العامة حيث تم استجواب المدة عليه فتح سلاطين إلا أن المتهم عاد عن إفادته الأولى لقادي التحقيق مؤكدا أنها جاءت نتيجة تعرضه للضرب من قبل المحققين والضغط من قبل أخ المغدورة نافيا كل الرواية السابقة لكنه لم يتراجع عن اعترافه بالجريمة مطالبا بتنفيذ الأعدام بحقه والسؤال إذا كان المدعى عليه قد تعرض للضرب من قبل المحققين فلماذا لم يغير إذن إفادته أمام قادي التحقيق حيث لم يخضع للضغوط باعتراف منه ولماذا رفض في الجلسات السابقة توكيل محام ليغير رأيه لاحقا جلسة الاستجواب حصلت في حضور وكلاء المجنى عليها ميريام الأشقر وهم المحامون داود مخيبر ممثل المحام زياد بارود طارق الأشقر جيلبير مسيحي واندري باسيل ووكيل الدفاع زهير حرب وبعد الاستماع إلى أقوال المتهم أرجئت الجلسة إلى 13-07-2012 حيث سيتم استجواب المحققين تتواصل عمليات الخطف مقابل فدية في البقاع وفيما أطلق اليوم المخطوف طارق عامر مكي خطف نجل خبير الأعشاب زين الأتات على طريق السوفر لمديرج وقع أبراهيم الأتات نجل خبير الأعشاب زين الأتات ضحية عملية خطف مساء الخميس وفي معلومات أمنية للأو تي في أن أتات كان على موعد مع صديقته الثامنة والربع من مساء الخميس عند محطة عصام عبدالخالق المهجورة منذ سنوات وسط طريق سوفر لمديرج التي باتت مغفلة بعد تحويل سير الطريق الدولي باتجاه أوتوسترات سوفر وبحسب الموعد المتفق عليه عبر الهاتف توجه إبراهيم مع ابن عمه محمود أحمد إلى المكان في سيارته الربعيات الدفع من نوع هامر إلا أنه بدل أن يلتقي صديقته وقع بين أيدي ثلاثة خاطفين اقتادوه إلى جهة مجهولة فيما تركب ابن عمه وسيارته أمنياً أيضاً تعرضت مكاتب شركة ستاتيستيك لبانون في الدكوين لسرقة خلال الليل الفات في موازات أعلان وزير الداخلية والبلديات مروان شربيل ازدياد جرائم السرقة بنسبة 50% اقتحم لصان مقنعان فجر الثلاثاء بواسطة الخلع والكسر مقر شركة ستاتيستيك لبانون في الدكوين وصرقوا كاميرات رقمية وعدداً من الكمبيوترات المحمولة مدير الشركة وضع السرقة في خانة الكسب المادي السريع في ظل الانفلات الأمني مستبعداً أن يكون الهدف سرقة المعلومات المخزنة المسروقات لا يمكنني قد يش بس أنه منها مادية كتير يعني إذا كانت 25-50 ألف دولار منه مهم عبارة عن أخذوا أشو كل شيء اسمه لابتوب يلي مميز أنه فيه داتا يعني على هاللابتوب يمكن لا ناس لا طعم ولا ناس لا إيمي بس كل داتا حسية يعني بتفيد هلأ لا ما فيه يعني ما رح يستفيدوا كثير يلي صار المعلومات اللي مخزنة مش مخزنة هون مخزنة على سيرفرات مش هون يعني ما بيقدروا يوصلوا لأ ولا أي حرام منطم ما فيه يجي يخذ داتا منهم وبحسب ما أظهرته كاميرا المراقبة فقد عمل اللصان باحتراف تام ما يشير إلى إمكان أن يكنا من أصحاب السوابق وحضرت القوى الأمنية إلى المكان للتحقيق في الحادث وعملت على رفع البصمات فيما فر السارقون الذين استقلوا سيارة سوداء اللون لم يعرف نوعها إلى جهة مجهولة في جديد ملف الإمام موسى صادر ورفقيه وفد رئاسي ليبي في منزل الشيخ الإمام موسى صادر ورفقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين إلى الواجهة مجددا فمن منزل الشيخ يعقوب وأثر لقائه نأب السابق حسن يعقوب أكد وفد رئاسي ليبي رفيع برئاسة سليمان محمد الفورتية أن القضية كبرى وتحظى باهتمام الحكومة والشعب الليبيين ما زلنا وبعون الله نبحث وبعون الله سنقف الحقيقة وسوف نجدهم بعون الله ونأمل أن نجدهم أحيا بعون الله كذلك بدوره أشار يعقوب إلى أنه وعد قبل مدة بكشف المستور معلنا أن ما وعد به سوف يحصل قريبا فقط أكتفي بإعلان عدم الرضا عن بعض المتابعات القضائية والرسمية من جانبنا التي نريدها أفضل وسوف يكون لنا كلام فيما يتعلق بما وعدنا به الوفد الليبي تمنى فتح صفحة جديدة بين بيروت وطارابلس الغرب لافتا إلى أنه سيكون هناك تمثيل ديبلوماسي وإعادة السير لخط الطيران بين البلدين في الأشرفية وقف الأعمال في بناء ملها إلى جانب كنيسة دير المخلص بمسعى من الوزير القولة الصحناوي بعدما أثار بناء ملها إلى جانب كنيسة دير المخلص في الأشرفية من دون يمين على الكنيسة وأبناء الرعية أثمرت متابعة وزير الاتصالات القولة الصحناوي للموضوع قرارا يقضي بتوقيف الأعمال أرض ملك الدولة وطريق عام بيجروا بيعطوها رخصة ليعملوا ملها على عشر متورة من باب الكنيسة يعني شغلة ما بتتصدق فدقنا للوزير الداخلية أبدأ كل الاستعداد أنه اللي بيقوله اللي بيقوله الأبونا كلنا وراء تلفا للدرك عملنا اتصالاتنا مع المحافظ وطلع عمر وقف تنفيذ وقف الأعمال وإزالة المخالفات هلأ نحن ما حنقبل إلا ما المخالفات تزيل ويشير القرار إلى ضرورة إزالة مخالفة البناء ضمن مهلة 15 يوما وإلا تقوم الإدارة بالتنفيذ على نفقة ومسؤولية المالك أنا بالفعل توصلت مع كل النواب المنطقة ولكن أكتر شيء هو الوحيد اللي توجهه معنا وقف معنا على الأرض هو مع الوزير أولا صحناوي وأيضا الوزير الداخلية مروان شاربي كمان وقف وقفي بالفعل وقفي يشهد له فنحن متشكرون ومتأمل أنه هالموضوع يوصل لخواتم السعيدة وترجع المنطقة هالطريق تنفتح ويبقى السؤال كيف استحوذ بالأصل أصحاب العقار على رخصة للبناء وإلى متى تستمر المخالفات بعيدا من أعين قوى الأمنية محاولات الكهرباء في بعلبك تتحول إلى غرف الموت وترعب الأهالي غرف مفتوحة للعمة بعضها بلا أبواب وأخرى أبوابها مشرعة على مصرعها يدخلها الكبير والصغير من دون حسيب أو رقيب هذه حال غرف محاولات الكهرباء مدينة بعلبك منذ سنوات بعيدة تزرع الرعب والخوف بين الأهالي إسماعيل زعيتر شاب في مقتبل العمر كان أحد ضحايا هذه الغرف أبو فادي أبو عانى الكثير في معالجة ابنه من جراء تعرضه لصاق كهربائي عندما دخل إلى أحد هذه الغرف لإستعادة كرته التي كان يلعب بها سحبته الكهرباء قفته شقف شقف وبعض الحد الآن عمي عيني الصابة راجعنا قال يا عمي نحن مسكرينها بس الوليد عم يخلعوها قالوا أنك عمي ترونس كهرباء ما بنحط على الأرض بعض غرف المحاولات يحتوي على توتر عال قدره 15 ألف فولت والأخطر أن هذه الغرف تقع داخل الأحياء والأماكن العامة يعني فيها حتى حقل مغناطيسي بتجذب الإيد إذا أربط عليها لعشرين ثلاثين سنطة حسب قوت الكهرباء يعني إذا فوت خشب الواحد على 15 ألف فولت بيقتل بيقتل ما في لعب بيفحم 50 هو العدد التقريبي لمحاولات مدينة بعلبك أنشئت أساسا لتدخل النور والحياة إلى منازل المواطنين لكن السؤال إلى متى ستبقى أبوابها مفتوحة على الموت بعد الفاصل الربيع العربي في المركز الكاثوليكي للأعلام أهلا بكم من جديد قراءة أسقفية وسياسية وأكاديمية للربيع العربي في المركز الكاثوليكي للأعلام الربيع العربي والتحولات في الشرق الأوسط عنوان ندوة استضافه المركز الكاثوليكي للأعلام يحق لنا أن نتساءل عن حقيقة هذا الربيع الذي لا يمكن لأحد أن يرفض لا أزاهيره ولا بواكيره من الثمار وعن حظوظ هذا الربيع في الزمن الحاضر وفي وسط أقطار التطرف الذي قد يسلط له وعوده ومواعيده وعن الطرق التي يجب أن يسلك هذا الربيع ليصبح ربيعا حقا وربيعا طيب الحلول ومن النظرة الأسقفية إلى القراءة السياسية والأكاديمية أن النظام الإقليمي العربي في مخاض عسير إنها حقبة مفصلية توازي بأهميتها التحولات الكبرى التي شهدها العالم العربي منذ انهيار السلطنة العثمانية ومنها مرحلة نشوء الدولة في مطلع العشرينات ومرحلة الاستقلال فيما بعد وبعدها مرحلة قيام الدولة السلطوية وفي ظل التطورات الحاصلة مخاوف مما بعد شرارة هذا الربيع إن المسيحيين المشرقيين وهم يهللون الآن لأصوات الحرية تصدح في ربوع العالم العربي والإسلامي يحز في قلوبهم أن يستهدفهم العنف الواعي وكانت كلمة كذلك لرئيس المركز الأب عبد أبو كسام الذي اعتبر أن الثورة الاجتماعية تجمع السواد الأعظم من اللبنانيين والآن مع أسعار العمولات في المتفارقات المحلية ولمناسبة عيد الموسيقى نظم المركز الثقافي الفرنسي بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية احتفالا في ساحة مترانية الروم الملكيين الكاثوليك في بعلبك حضره حشد من الأهلي وتخلل الاحتفال معارض صور ولوحات فنية وعروض للرقص الفولكلوري والدبكة البعلبكية ومقطعات موسيقية شرقية وغربية وقد بادر الشبان إلى أطلاق حملت لنجعل من الإطارات أحواضا للورود وألوانا تزين البيئة ولا تسيء إليها موسيقى وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية ونذكركم مشاهدين بأن في إمكانكم متابعة نشرات الأخبار وبرامج الأوتي في كافة مباشرة عبر موقعنا الإلكتروني www.otv.com.lb شكراً وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة